بجاح وقلت أدب وعدم اقتناع بالرزق وكذاب وفي نفس الوقت كمان ما تعلمش الأدب ان يرد عن الناس باسلوب محترمة وعملنا بطل قومي انا عايز اسأل بقى فين عدم المهنية بتاعة المزيعة هي بتقوله الخمسين جنيه مش مقضيق احنا كل الناس مطحونة مش معنى كده ان انا شايف ناس بتسرق اروح اسرق عشان احلل القرش بتاعي وانا اروح اصف على بيتك من الحرام عشان عازق تاني اذا كان الخمسين جنيه المش مضيق النهاردة بالحلال روح شوف لك شغلانة بالحرام تاخد منها الف جنيه عشر تلاف جنيه طالما غيرك بيسرق بالمليون جنيه بالاتنين مليون جنيه والعشر مليون جنيه هو ده المعيار طالما ده حرامي يبقى انا أبقى حرامي زيه طب ليه ممسكتش في الحرام الكبير عشان انا حرام مصغير حسب الله ونعمل وكيل في هذا الاعلام حسب الله ونعمل وكيل طلعنا في النهاية المزيعة غلطانة ودبحناها وعملنا من الولد بقى جبناه وهو وابوه وامه واخواته وجيرانه وعملنا منه بطل قومه ويطلع وعمل لي طائية قدامه وطائية وراء ولد حاسب ولد حاسب وفيه اطفال طفح القوتة والله طفح القوتة وبتاخد أقل من كده وفتح بيوت وجهزت اخواتها فما ينفعش ده ما ينفعش اللي احنا بنتكلم عليه ده